خطة أمريكية جديدة تطبق سرا لمواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية بدأت أمريكا ومنذ أسابيع بتوليفة جديدة تعتمد على مواجهة الحوثيين دون وجود أبدا لقوات البحرية الأمريكية وفق مصادر للعربية كشف مسؤول دفاع أمريكي للعربية قال إن لا سفن حربية أمريكية في منطقة البحر الأوحمر أو خليج عدن منذ أسابيع الخطة الجديدة تعتمد على منظومات من المراقبة الجوية والإلكترونية يتم التحكم بها بالمسيرات التي تنطلق من قواعد برية في منطقة عمليات القيادة المركزية هذه المسيرات تبقى في الأجواء اليمنية لساعات طويلة وترص التحركات الحوثيين بعض هذه المسيرات مجهزة بصواريخ جو أرض قادرة على ضرب قواعد الصواريخ الحوثية قبل أن تتمكن خلايا الحوثيين من بدء هجوم على سفينة ما في المياه الدولية كيف تبدلت الخطة الأمريكية إذا مكتفية بالمسيرات بحسب المعلومات المتوفرة واجهت أمريكا صعوبات في التحليق بطائراتها فوق أجواء بعض الدول ما اضطرها لتفاديها وهذا ما كلفهم وقتا أكثر وجهدا أكبر فيما يعفي التعاطي الأمريكي الجديد الجنود من أعباء الانتشار لفترات طويلة بالفعل أعلنت أمريكا الفترة الماضية عن سحب حاملتي طائرات أيزنهاور وروزفيلت من منطقة البحر الأحمر لكن مسؤولا أمريكيا دفاعيا أكد للعربية أن روزفيلت تحديدا لم تصل يوما إلى اليمن ولم تشارك في صد أي هجمات حوثية